لم يعد تدخل الروسيا في ليبيا خفيا فتدخل موسكو في هذه الدولة التي تعصف بها أزمة خانقة منذ أعوام تسعة يبدو أنه سيقوض الوضع في ليبيا إلى مزيد من التعقيد خصوصا مع التدخل الآخر لتركيا حليف حكومة الوفاق في ترابلوس بوتيرة متسارعة بات التدخل الروسي مؤثرا بدأ بتدخل يقوده مرتزقة إلى جانب قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر قبل أن يتطور ذلك إلى دعم عسكري مباشر بخبراء عسكريين وإرسال مقاتلات أيضا من تراز ميج 29 وسخوي 24 والذي كشفته الولايات المتحدة بالأدلة تزامنا مع الكشف عن تورط روسيا بطباعة عملة مزيفة أغرقت السوق الليبي على وقع هذا التسعيد رد أمريكي وتحركات عسكرية في الجارة تونس قالت السفارة الأمريكية هناك وكذلك القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا أفريكم إن لواء المساعدة للقوات الأمنية باشر مهمة مساعدة أمنية في تونس وقالت إنها تأتي ضمن برنامج المساعدة العسكرية لتونس فيما قال الجيش الأمريكي إن تسليم روسيا مقاتلات لخليفة حفتر قد يساعد موسكو في ضمان معقل استراتيجي في شمال إفريقيا حديث عن تعاون عسكري بين الولايات المتحدة وتونس عبر بوابة القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكم أثارت تساؤلات بشأن تحرك واشنطن لكبح النشاط العسكري الروسي في ليبيا ورغم أن أفريكم أوضحت بأن لواء المساعدة الأمنية في تونس يتعلق بوحدة تدريب لا بنشر قوات قتالية على الحدود مع ليبيا توقعت جهات عدة بأنها رسالة أمريكية لموسكو بأن واشنطن على وشك حسم موقفها بعد تراكم الأدلة لديها على تبرط روسيا عبر شركاتها الأمنية وتسليم طائرات حربية إلى ليبيا من طراز ميك 29 وصخوي 24 توقعات جاءت أيضا على خلفية تصريحات لقادة عسكريين أمريكيين رجح خلالها أن تدخل الروسي في ليبيا لن يغير التوازن في الحرب الأهلية لكنه قد يمكن روسيا في نهاية المطاف من ضمان معقل استراتيجي في شمال إفريقيا لم يخفي العسكريون الأمريكيون نيتهم الباحث عن طرق جديدة للهواجس الأمنية مع الشركاء الأفارقة على ضوء تدخلات الخارجية والإقليمية في ليبيا بين من يساند حكومة الوفاق المعترف بها دوليا ومن يدعم الجيش الليبي بقيادة حفتر تدخلات عقدت المشهد العسكري والسياسي في ليبيا لتصل الأزمة إلى طريق مسدود تستعر على مساره معارك السيطرة والنفوذ أزمة انتفاقمت بتدفق السلاح والمقاتلين الأجانب إضافة إلى تدفق العملة المزورة المطبوعة في روسيا أمر كشفته المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في معرض تعليقها على مصادرة مالطا لأكثر من مليار دولار من العملة الليبية المزيفة وفيما تنفي موسكو ذلك وتقول إن المساعدة الخارجية لأطراف النزاع الليبي غيرت ميزان القوى على الأرض دعت الخارجية لأمريكيا روسيا إلى ضرورة وقف أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا مؤكدة التزام واشنطن بردع تلك الأنشطة سجال سياسي ونشاط عسكري متصاعد في ليبيا يعتبره مراقبون مدخلا إلى صراع على النفوذ في المنطقة بين أكبر قوتين عسكريتين في العالم ينضم لي من واشنطن وليم لورنس الدبلوماسي الأمريكي السابق والمدير السابق لمشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية مرحبا بك سيد لورنس شكرا لتلبية الدعوة ما هي طبيعة القلق الذي يعتري واشنطن اليوم من الوجود الروسي في ليبيا أو في شمال إفريقيا هذه المخاوف تعود إلى الحرب الباردة والتحالفات في حينه دول كليبيا والجزائر كانت في الصف السوفيتي ودول أخرى في الصف الغرب ونعرف أيضا أن كل من الدولتين لديهما نفوذ في المنطقة في شهر أيلول سبتمبر عندما زادت روسيا أعداد المتعاقدين في ليبيا كان عددهم حوالي 200 أصبح 1200 لم يتمكنوا من مساعدة حفتر في استعادة الأراضي التي خسرها وبعد ذلك أيضا كانت هناك خسارات من قبل حفتر وروسيا لم ترغب في خسارة حفتر فأدخلت هذه الطائرات إلى الشرق وتساعد أيضا في التدريب وفي تباعة المال المزيف ونعرف كما قالت الحكومة أن هناك انتشار للعملة المزورة عبر البلاد وهناك نوع من التصعيد أمريكا وليبيا لا تتعاونان في ليبيا وهناك أيضا قرار بإرسال بعض القوات إلى تونس لتدريب القوات التونسية ليس فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب أو ضبط أمن الحدود بل للمحاربة فإن أمريكا عبر هذا القرار تريد أن تقول إنها تريد مواجهة القوات الروسية وأن تساعد حلف الشمال الأطلسي وتركيا في مواجهة روسيا أنا سعيد أنك عدت بالقضية إلى التاريخ لا ننسى أنه في مؤتمر بوتستان جوزيف ستالين كان يحاول أيضا أن يحصل على انتداب روسي على ترابلس ولكن لربما هذا مكتوب بالتاريخ وواضح هذه المرة أود أن أقلب السؤال مع حضرتك ما هي طبيعة القلق الروسي من توغولها في ليبيا هذه المرة يا أستاذ لورنس هو دخول مموه ليس دخول صريح على عكس طبعا ما جرى في سوريا على عكس ما اعتدنا عليه لربما من روسيا حتى في المجاهرة بالدخول بقوة في الكثير من الملفات لماذا هذه الصورة وما هو الخوف الروسي اليوم من المجاهرة أنا لا أتفق تماما مع ما تطرحه في السؤال لأن التدخل الروسي إلى حد ما يمكن أن نقول إنه مموه ولكن هو أيضا واضح نحن نعرف مثلا ما حصل في أوكرانيا عندما عملت روسيا على إعادة أو استعادة أو السيطرة على شبه جزيرة القرم والجهات الشرقية في أوكرانيا بدأت بإرسال المرتزقة ولم تعترف بما حصل على الأرض إلا مؤخرا في ليبيا روسيا كانت تنفي منذ أسبوع كل تورط أو كل تدخل في ليبيا ولكن الآن بدأ الباحثون وبعض المسؤولين يقولون إن هناك تدخل لقوات أخرى مختلفة في ليبيا وبالتالي روسيا يمكنها أن تتدخل الأشخاص نفسهم الذين أرسلتهم روسيا إلى دول أخرى الآن توجهوا إلى ليبيا هم كانوا قد شاركوا بالصراع في أوكرانيا وبالصراع في سوريا والآن في ليبيا طيب طبيعة هذا التصريح لأمريكي اليوم والقول بصراحة بأن روسيا تسعى إلى إقامة معقل في ليبيا بعد تسليم الطائرات الحربية اليوم ما الذي يشي به هذا التصريح اليوم؟ هو مقدمة لماذا؟ من غير الواضح ما قد تفعله أمريكا خاصة هذا الرئيس الذي يصعب أن نتكهن حول ما سيفعله وكيف سيتصرف ولكن من الواضح أن الحكومة والدارة الأمريكية برمتها الآن تراقب روسيا وتعزز من كلامها ومن معارضتها للتصرف الروسي قد يعود ذلك إلى أننا في سنة انتخابية ولكن أيضا قد يعود ذلك إلى أن البنتاجون والاستخبارات أقنعت الإدارة الأمريكية أنه لا بد من مواجهة الصين وروسيا ودعم الحلفاء الأمر غير واضح إلا أن التصعيد الروسي والنشاطات الروسية المتزايدة في شمال إفريقيا طبعا تعتبر تهديدا بالنسبة لأمريكا في أيام الحرب الباردة لم تكن لروسيا قواعد في المنطقة وإن كان لديها قواعد على البحر الأبيض المتوسط في شمال إفريقيا سيكون ذلك مقلقا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ربما أن روسيا ستحاول إنشاء قواعد لحماية الطائرات الروسية وبالتالي لدينا شبه قاعدة عسكرية في ليبيا وهو أمر لا سابق له وهو مقلق أشكرك جزيلا وليام لورنس ديفلومسي الأمريكي السابق والمدير السابق لمشروع الشمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر